احتفلت جائزة الحسن للشباب اليوم في معسكرها الدائم بتخريج المشاركين في المعسكر البرونزي للذكور في المملكة مدير امن اقليم العاصمة العميد وليد بطاح دعا المشاركين بالاحتفال الى المحافظة على ممتلكات الوطن مبديا اعجابه بالجائزة التي تسقل شخصية الشباب وتنمي الجوانب الذهنية والبدنية لهم كما اثنى على جهود العسكريين في التدريب لاعداد الشباب حماة الوطن الهدف من هذه الشبكة هي عكس سجرة العقول الاردنية سمت فضلت ولو افتراضيا يعني ان نتعاون معهم في مواقعهم طبعا العلماء الاردنيين والتكنولوجيين في الاردنيين في الخارج عندهم معارف خبرات واسعة وعندهم مجال ايضا واسع للاطلاع على ما هو جيد في العالم وما ينفع الاردن فممكن طبعا نقله الاردن ومساعتنا في مجالات مختلفة والتطوير المشترك اللي سيتم بين علمانا في الخارج وفي الداخل سينتج عنه طبعا انشاء شركات ريادية شركات ناشئة اللي ممكن تحسن فرص التوظيف للاردنيين اشتركوا في القناة